ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيموية والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 35% لتبلغ نحو 4 مليارات و 330 مليون دولار وأوضح المجلس التصدري لصناعات الكيموية والأسمدة أن صادرات القطاع قد استحوذت على نحو 22% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية تلاها صادرات مواد البناء والتي استحوذت على نحو 19% من إجمالي الصادرات وتصدرت أسواق إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أهم الدول المصدرة أو المستوردة للصناعات الكيموية المصرية بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهند أكدت وزارة البترول أن التكنولوجيات المتطورة التي ستوفرها شركة أباتش العالمية بالسوق المصرية ستفتح أفاقا أوسع للبحث والاستكشاف في طبقات عميقة لم تكن ممكنة من قبل وخلال اجتماع لوزير البترول طارق الملة مع جون كريستمان رئيس شركة أباتش العالمية تم بحث خطط الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة كبيرة منها لتوسعة أنشطتها في مصر وزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها بالسحراء الغربية في ضوء النتائج المتميزة لعمليات البحث السرزيمية التي أظهرت إمكانات ومكامل بترولية وعدة أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بالمحافظة خاصة قطاع الكهرباء وقال شوشة خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء محمد عبد الباقي إنه بتنفيذ محطتي الكهرباء محولات أملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة انطلق موسم الأكازيون الصيفي لعام 2022 ولمدة شهر بتخفضات تصل إلى 50% بهدف التخفيف عن المواطنين هذا ومن المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأكازيون هذا العام إلى 3500 محل موسم الأكازيون الصيفي 2022 ينطلق اليوم الأثنين الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر من تاريخه بتخفضات تصل إلى 50% بهدف التخفيف عن المواطن وإنعاش الأسواق وحركة البيع والشراء الشروط الاشتراك في الأكازيون بسيطة جدا أن صاحب المحل بمع السجل التجاري والبطاقة الضربية والرقم القامل خاص به وبيتوجه لأقرب مدرية التموين بالنسبة له ياخد منها التصريح أو الموافقة على المشاركة في الأكازيون شرط أساسي لازم يعلن عن التخفضات وعن نسبتها والسعر قبل التخفضات والسعر بعد التخفضات تزليل كافة العقبات أمام السادة التجار اللي عايز ياخد تصريح من قبل المدرية المدة التي تتجاوز بالنسبة للتصريح 10 دايق بياخده وفاعة وطبس يكون مع سجل التجاري وصورة البطاقة بتاعة صاحب المحل أو المتجر من المتوقع وصول عدد المحل المشاركة في الأكازيون هذا العام إلى 3500 محل فالأكازيون لا يقتصر فقط على محل الأهدية والملابس بل يشارك فيه محل الأدوات المنزلية وغيرها من الأنشطات الأخرى شرط التقدم إلى مدرية التموين التابع لها المحل التجاري الأكازيون بتنسبة لنا فرصة كل سنة بنستنعها لأنه بيبقى فيه تنشيط لحركة من البعايات بنضمن البعايات قبل الأكازيون بتبقى أقل شوية في الأكازيون لنسبة المعادة بتتفع واستفادة برضو للعميل الزباين يعني بيستفيدوا بدلا ما ياخد قطع ياخد قطعتين فرصة بالنسبة له برضو وبنضمن في آخر المدة بقى إيش فيه رواكل عندنا في المخازين الأكازيون فرصة جيدة للمواطن لشراء كل احتياجاته من السلع خاصة وأن التخفيضات بالأكازيون تكون كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوى الشرائية للمواطن والتزام المحل المشاركة في الأكازيون بعرض سعرين الأول قبل بدء التصفية والآخر بعد التصفية بالإضافة إلى جودة السلع المعروضة في المحل المشاركة بالأكازيون للتأكد من مطابقتها للمواصفات نتحول إلى البورصة المصرية حيث أنهت المؤشرات جلسة اليوم على تباين إذا تراجع المؤشر الرئيسي في مرتفع مؤشرة EGX70 و EGX100 وذلك وسط دولات مرتفعة كما تراجع رأس المال السوقي بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.293 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 منخفضاً بالنسبة 75% عند 10123 نقطة وأغلق عند 1047 نقطة أما مؤشر EGX70 فقد فتح عند 1989 نقطة مرتفعاً بالنسبة 81% وأغلق عند 2011 نقطة الارتفاعات امتدت أيضاً إلى مؤشر EGX100 والذي فتح عند سعر 2923 نقطة وأغلق عند 2938 نقطة مرتفعاً بذلك بنسبة 49% نتحول إلى بنك الاستثمار الأمريكي جولدماند ساكس والذي قال أن الأسباب التي تدفع أسعار النفط لارتفاع ما زالت قوية حتى باقتراد حدوث صدمات سلبية مع بقاء عجز في المعروض أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر القليلة الماضية وأضاف البنك أن توقعاته لأسعار خامبرينت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع هذا العام تقع في نطاق بين 110 دولارات و125 دولاراً للبرميل وذلك مقابل 140 و130 دولاراً للبرميل في تقدراته السابقة وقد أبقى البنك الأمريكي على توقعاته للأسعار لعام 2023 عند 125 دولاراً للبرميل نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لنها ويوسف إليكم شكراً لك مرفض